بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس موضوع درس اليوم هو المتجهات في المستوى الإحداثي القسم الثاني من هذا الدرس للصف الثالث الثانوي من الفصل الدراسي الثاني إحداد الأستاذة أريج الملوحي تقديم الأستاذ قصي عياش سنتعلم هذا اليوم إن شاء الله كيف نضرب متجه بعدد حقيقي كيف نجمع المتجهات كيف نطرح المتجهات ثم بعد ذلك كيف نوجد متجه الوحدة لمتجه معطى نبدأ بالعمليات على المتجهات أولا ضرب متجه بعدد حقيقي إذا كان المتجه إذا كان المتجه المتجه C مركبتيه سالب أربعة وواحد فأوجد أربعة C أولا نمثل هذا المتجه نحدد على شبكة التربيع النقطة سالب أربعة وواحد ثم نرسم بعد ذلك المتجه في الوضع القياسي مبتدئين من نقطة الأصل هذا هو المتجه C نحسب الآن أربع ضرب المتجه C مستفيدين من هذا القانون K ضرب المتجه A يساوي المتجه المكون من K ضرب A1 فاصلة K ضرب A2 إذن أربع C يساوي أربع ضرب المتجه سالب أربعة وواحد نحسب الناتج أربع ضرب سالب أربعة يعطينا سالب ستعش أربع ضرب واحد يعطينا أربعة الآن نمثل المتجه الجديد على شبكة التربيع حددنا النقطة سالب ستعش وأربعة ثم بعد ذلك رسمنا المتجه الجديد مبتدئين من نقطة الأصل نلاحظ أن طول المتجه الجديد يساوي أربعة أضعاف لطول المتجه C وفي نفس الاتجاه ومن خلال الرسم نلاحظ فعلا أن طول المتجه الجديد أربعة C هو عبارة عن أربعة أضعاف المتجه C لاحظ أن الاتجاه لم يتغير لأن العدد المضروب في المتجه هو عدد موجب ننتقل إلى هذا التدريب إذا كان المتجه G يساوي سالب ثلاثة فاصلة سالب خمسة فأوجد سالب اثنين G أولا نرسم هذا المتجه على الشبكة نحدد النقطة والتي هي سالب ثلاثة فاصلة سالب خمسة سالب ثلاثة من X وسالب خمسة من Y هذه نقطة التقاطع نرسم المتجه في الوضع القياسي مبتدئين من نقطة الأصل نكون حصلنا على المتجه G الآن نحسب سالب ثلاثة جي جبريا مستفيدين من هذه العلاقة نكتب سالب ثلاثة جي يساوي سالب ثلاثة فاصلة سالب خمسة نوجد الناتج سالب اثنين ضرب سالب ثلاثة يعطينا ستة وسالب اثنين ضرب سالب خمسة يعطينا عشرة نمثل الآن المتجه الجديد على المستوى الإحداثي لنرى التغيير الذي أحدثه الضرب في العدد سالب اثنين نمثل النقطة ستة وعشرة ستة من اكس وعشرة من واي هذه نقطة التقاطع نرسم الآن المتجه الجديد الذي هو عبارة عن سالب اثنين جي نلاحظ نلاحظ أن طول المتجه الجديد هو ضعف طول المتجه جي ونلاحظ أيضا أن له عكس الاتجاه بسبب الإشارة السالبة ثانيا جمع متجهين إذا كان المتجه A يساوي A1 A2 فاصلة المتجه B يساوي B1 B2 متجهين فإن A زائد B يساوي المتجه المكون من A1 زائد B1 فاصلة A2 زائد B2 ننتقل إلى هذا المثال إذا كان المتجه U يساوي اثنين وخمسة المتجه V يساوي سالب ثلاثة وصفر فأوجد U زائد V نستخدم هذه العلاقة المتجه A زائد المتجه B يساوي المتجه A1 زائد B1 فاصلة A2 زائد B2 U زائد V يساوي اثنين زائد سالب ثلاثة نجمع المركبة الأولى مع المركبة الأولى فاصلة 5 زائد 0 نبسط الناتج الآن اثنين زائد سالب ثلاثة أعطانا سالب واحد وخمسة زائد صفر أعطانا خمسة الآن نريد أن نتعرف على المعنى الهندسي لجمع متجهين نمثل المتجه الأول U عبارة عن 2 وخمسة 2 من X وخمسة من Y عند هذه النقطة نرسم المتجه الأول U المتجه الثاني V يساوي سالب ثلاثة وصفر سالب ثلاثة من X وصفر من Y إذن من عند هذه النقطة نرسم الآن المتجه V نمثل الآن المتجه الجديد U زائد V والذي هو سالب واحد وخمسة سالب واحد من X وخمسة من Y نمثل المتجه ليصل إلى هذه النقطة نلاحظ أن المتجه الجديد U زائد V هو عبارة عن محصلة المتجهين U وV والتي حصلنا عليها سابقا إما من قاعدة المثلث أو من قاعدة متوازي الأضلاء أكملنا الشكل فعلا الشكل متوازي الأضلاء وهذا عبارة عن قطر متوازي الأضلاء ننتقل إلى هذا التدريب إذا كان المتجه H يساوي سالب ستة واثنين المتجه G يساوي سالب ثلاثة وسالب خمسة فأوجد G زائد H لجمع هذين المتجهين نستخدم هذه القاعدة G1 زائد H1 سالب ثلاثة زائد سالب ستة فاصلة G2 زائد H2 وهي سالب خمسة زائد اثنين نوجد النواتج الآن سالب ثلاثة زائد سالب ستة يعطينا سالب تسعة ثم سالب خمسة زائد اثنين يعطينا سالب ثلاثة نريد الآن أن نرى المعنى الهندسي لإيجاد ناتج جمع متجهين أو لإيجاد المحصلة نمثل المتجه الأول في الصورة القياسية H سالب ستة اثنين سالب ستة من X واثنين من Y ثم نصل بالمركز لنحصل على الصورة القياسية نمثل المتجه الثاني G سالب ثلاثة من X وسالب خمسة من Y هذا سالب ثلاثة من X وسالب خمسة من Y هنا نصل الآن المركز بالنقطة ونحدد الاتجاه لنحصل على المتجه G في الوضع القياسي سالب تسعة وسالب ثلاثة سالب تسعة من X وسالب ثلاثة من Y هذه نقطة التقاطع نرسم المتجه مبتدئين من المركز لنحصل على المتجه الجديد في الوضع القياسي نلاحظ أن المتجه الجديد هو المتجه المحصل لمجموع المتجهين إذا أكملنا الشكل نحصل على متوازل أضلع ويكون المتجه الجديد هو عبارة عن قطر متوازل أضلع ننتقل الآن إلى طرح متجهين إذا كان لدينا المتجه A مركبتي A1 وA2 المتجه B مركبتي B1 وB2 متجهين فإن المتجه A ناقص المتجه B يساوي المتجه المكون من المركبتين A1 ناقص B1 A2 ناقص B2 ننتقل إلى هذا المثال إذا كان المتجه A مركبتي سالب 4 و1 المتجه B مركبتي سالب 3 و0 متجهين فأوجد A ناقص B نطبق القاعدة السابقة A ناقص B يساوي المتجه الذي مركبتي A1 ناقص B1 فاصلة A2 ناقص B2 نعوض الآن سالب 4 ناقص سالب 3 فاصلة ثم 1 ناقص 0 نبسط الناتج سالب 4 ناقص سالب 3 تصبح سالب 4 زائد 3 و1 ناقص 0 كما هي نكمل التبسيط سالب 4 زائد 3 يعطينا سالب 1 و1 ناقص 0 يعطينا 1 الآن نريد أن نرى هندسيا ما معنى A ناقص B نمثل المتجه الأول A سالب 4 1 سالب 4 من X و1 من Y نضع هنا نقطة التقاطع ثم نرسم المتجه الأول A المتجه الثاني B سالب 3 و0 هذه النقطة سالب 3 و0 نرسم المتجه الثاني B هذا المتجه الأول وهذا المتجه الثاني نريد A ناقص B أو A زائد سالب B إذن نرسم المتجه الجديد الذي هو عبارة عن سالب B إذا ضربنا المتجه B بالعدد سالب 1 نحصل على موجب 3 و0 نرسم المتجه سالب B عند النقطة سالب 3 و0 هذا المتجه المطلوب سالب B لاحظ أن المتجه سالب B مساوي للمتجه B في المقدار ومعاكس له في الاتجاه الآن المتجه المطلوب هو عبارة عن ناتج جمع المتجه A زائد سالب B نرسم متجه المحصلة سالب 1 و1 سالب 1 من X و1 من Y فيكون رأس المتجه هنا هذا المتجه الجديد ويفترض أن يكون المتجه الجديد هو عبارة عن قطر لمتوازل أضلاع نكمل رسم متوازل أضلاع فنلاحظ فعلا أن المتجه الناتج وعبارة عن قطر متوازل أضلاع أو متجه المحصل ننتقل إلى هذا التدريب إذا كان المتجه G مركبتي سالب 3 وسالب 5 المتجه F مركبتي 8 وصفر فأوجد F ناقص G نطبق القاعدة الجبرية F ناقص G يساوي المتجه F1 ناقص G1 F2 ناقص G2 نعوض الآن F1 ناقص G1 تصبح 8 ناقص سالب 3 ثم F2 ناقص G2 تصبح 0 ناقص سالب 5 نبسط الآن 8 ناقص سالب 3 تصبح زائد 3 وصفر ناقص سالب 5 تصبح زائد 5 نكمل الناتج 8 زائد 3 يساوي 11 وصفر زائد 5 يساوي 5 نكمل التوضيح بيانيا نمثل المتجه الأول F 8 وصفر 8 من X وصفر من Y ثم نرسم المتجه G سالب 3 من سالب 5 سالب 3 من X وسالب 5 من Y نرسم المتجه G نلاحظ أن المطلوب هو F ناقص G أو المتجه F زائد سالب G نرسم المتجه سالب G والمكون من 3 وخمسة 3 من X وخمسة من Y نضع نقطة ثم نرسم المتجه لاحظ المتجه سالب G مساوي لمقدار المتجه G ومعاكس له في الاتجاه بسبب الإشارة السالبة نرسم الآن المتجه المحصل 11 وخمسة 11 من X وخمسة من Y نرسم المتجه الجديد من هنا هذا المتجه المحصل ولكي نتحقق هذا المتجه هو متجه المحصلة نكمل رسم متوازن أضلع وفعلاً يظهر أن المتجه F ناقص G هو متجه المحصلة ننتقل إلى هذا المثال إذا كان المتجه H مركبتيه سالب 6 واثنين المتجه G مركبتيه سالب 3 ومسالب 5 المتجه F مركبتيه 8 وصفر فأوجد أولاً 4H ناقص G 4H ناقص G يساوي 4 ضرب المتجه H هذا المتجه H ناقص المتجه G هذا المتجه G نبدأ المرحلة الأولى بالضرب في العدد 4 4 ضرب سالب 6 يساوي سالب 24 و4 ضرب 2 يساوي 8 ناقص والمتجه الثاني كما هو نطرح الآن سالب 24 ناقص سالب 3 هذه المركبة الأولى فاصلة 8 ناقص سالب 5 وهذه هي المركبة الثانية نبسط الآن سالب 24 ناقص سالب 3 تصبح زائد 3 ثم 8 ناقص سالب 5 تصبح زائد 5 نوجد النواتج سالب 24 زائد 3 يعطينا سالب 21 وثمانية وثمانية زائد 5 يعطينا 13 الفقرة التالية على نفس المعطيات السابقة أوجد 2F زائد G ناقص 3H هذا هو المطلوب 2F يعني 2 ضرب المتجه F هذا المتجه F زائد المتجه G هذا المتجه G ناقص 3 ضرب المتجه H نضرب الآن العدد فيه المتجه 2 ضرب 8 16 2 ضرب 0 0 المتجه الثاني كما هو إشارة السالم كما هي 3 ضرب سالم 6 يعطينا سالم 18 و3 ضرب 2 يعطينا سالم نجمع الآن المتجه الأول مع الثاني 16 زائد سالم 3 ثم 0 زائد سالم 5 ناقص المتجه الثالث كما نبسط النواتج 16 زائد سالم 3 يعطينا 13 وصفر زائد سالم 5 يعطينا سالم 5 ناقص والمتجه الآخر كما هو نبسط أيضا 13 ناقص سالم 18 ثم سالم 5 ناقص 6 نجد النواتج 13 ناقص سالم 18 تصبح 13 زائد 18 والناتج يكون 31 30 سالب 5 ناقص 6 يعطينا سالب 11 ننتقل إلى الموضوع التالي متجهات الوحدة ما هو متجه الوحدة متجه الوحدة هو المتجه الذي طول يساوي واحد من وحدة الطول المعطاء ويرمز له بالرمز ومن أشهر متجهات الوحدة متجه الوحدة في اتجاه محور X يرمز له بالرمز I يساوي المتجه 1 وصفر 1 من X وصفر من Y هذا هو المتجه I كذلك متجه الوحدة في اتجاه محور Y وهو المتجه J يساوي المتجه 0 و1 0 من X و1 من Y هذا المتجه J وهو متجه طوله يساوي 1 وفيه اتجاه محور Y الآن كيف نوجد متجه الوحدة U الذي له نفس اتجاه المتجه V لإيجاد المتجه U الذي له نفس اتجاه المتجه V نقسم المتجه V على طول V أي أن U يساوي المتجه V على طول المتجه V مثال أو جد متجه الوحدة الذي له نفس اتجاه المتجه W يساوي 6 وسارب الثانية نستعمل نستعمل هذه العلاقة U يساوي W على طول المتجه W نعوض الآن هذا المتجه W كما هو وهذا رمز طول المتجه W نحسب الآن طول المتجه W وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية نبسط النواتج 6 تربيع يعطينا 36 وسارب 2 لكل تربيع يعطينا 4 نكمل التبسيط الجذر التربيعي ل36 زائد 4 يساوي الجذر التربيعي للعدد 40 نقسم الآن العدد 6 على الجذر 40 ثم بعد ذلك العدد سالب 2 على جذر 40 بإمكان الآن تبسيط هذا الناتج باستعمال الحاسبة الآن نريد أن نتحقق من صحة الحل فنحسب طول هذا المتجه لابد أن يكون طول هذا المتجه يساوي 1 إذن للتحقق نحسب طول المتجه يو طول المتجه يو عبارة عن الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية 6 تربيع يعطينا 36 الجذر 40 تربيع يعطينا 40 زائد سالب 2 الكل تربيع يعطينا 4 والجذر الاربعين الكل تربيع يعطينا 40 نلاحظ أن المقام موحد إذن يمكن كتابته كمقام واحد نجمع البسط مع البسط 36 زائد 4 يعطينا 40 40 تقسيم 40 يساوي 1 وجذر 1 وجذرها بالتالي يكون يساوي 1 أيضا إذن نكون قد تحققنا بأن طول المتجه U الذي حسبناه في المثال السابق يساوي 1 ننتقل لهذا التدريب أوجد متجه الوحدة الذي له نفس اتجاه المتجه V يساوي سالب 1 وسالب 5 نستخدم العلاقة U يساوي المتجه V على طول المتجه V نعوض الآن هذا المتجه V على طول المتجه V نحسب الآن الطول عبارة عن الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية نبسط الآن سالب 1 الكل تربيع يعطينا سالب 1 سالب 5 الكل تربيع يعطينا 25 نجمع الآن 1 زائد 25 يساوي 26 نوزع الآن 1 على الجذر التربيعي للعدد 26 ضرب سالب 1 يعطينا سالب 1 على جذر 26 1 على الجذر التربيعي 26 ضرب سالب 5 يعطينا سالب 5 على جذر 26 هذا هو الناتج النهائي يمكننا التبسيط أو انطاق المقام باستعمال الحاسبة ونتحقق الآن من أن طول هذا المتجه يساوي 1 إذن للتحقق نحسب طول المتجه U طول المتجه U يساوي الجذر التربيعي لمربع الإحداث الأول زائد مربع الإحداث الثاني سالب 1 تربيع يعطينا 1 جذر 26 تربيع يعطينا 26 زائد سالب 5 تربيع يعطينا 25 على جذر 26 تربيع يعطينا 26 طبعا هنا المقام موحد فنكتب كما هو 26 نجمع البسط مع البسط 1 زائد 25 يعطينا 26 إذن نستطيع القول بأن الناتج هو جذر 26 على 26 ويساوي 1 وجذر الواحد يساوي 1 وبالتالي يكون طول المتجه يساوي 1 أو يساوي الوحد ننتقل إلى فقرة التقويم متجه الوحدة الذي له نفس اتجاه المتجه V يساوي المتجه 6 و3 نطبق العلاقة U يساوي المتجه V على طول المتجه V نعوض الآن هذا المتجه V 6 و3 على طول المتجه V نحسب الآن طول المتجه V والذي هو عبارة عن الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية نبسط الآن 6 تربيع يعطينا 36 3 تربيع يعطينا 9 نجمع الآن 36 زائد 9 أعطانا 45 نوزع الآن 6 على جذر 45 فاصلة 3 على جذر 45 ثم بعد ذلك نختار الإجابة الصحيحة لتكون الفقرة الثانية تعلمنا هذا اليوم في درس المتجهات في المستوى الإحداثي القسم الثاني من هذا الدرس أولا العمليات على المتجهات ضرب متجه بعدد وجمع متجهين وطرح متجهين كذلك التمثيل البياني لكل عملية وتعرفنا أيضا على كيفية حساب متجه الوحدة في اتجاه متجه من العلاقة U تساوي V على طول V أشكركم لحسن استماعكم وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر